وللحديث أكثر عن تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروتا العميد خالد حمادا نرحب بك سيادة العميد إلى مدى يهدف تعزيز الوجود الروسي العسكري في البحر الأسود نحن نتكلم عن أرقام كبيرة بحسب المعلومات والمصادر الأوكرانية مساء الخير أولا هناك لا شك حالة استنفار عارمة أعلنتها روسيا من جهتها وأعلنتها كذلك دول الناتو في اجتماعها الأخير وكذلك في اجتماع قمة دول السبع الناتو الذي يضم مزيد من البلدان إليه ويستنفر أوروبا والذي صنف روسيا كعدو استراتيجي إذن أدخل كذلك الحرب الأوكرانية أعطاها بعدا دوليا بعدا أمريكيا وبعدا أوروبيا وبالتالي أصبحنا نستعيد الذاكرة ذاكرة الحرب الثنائية القطبية وكذلك الناتو ومقابله حلف طبعا عسكري آخر هذه الاستعدادات في الجنوب ترافقت كذلك مع إجراءات إدارية كبيرة في أعقاب النجاحات التي حققها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي شرقها رأينا في خرسون وفي سواها من المناطق وفي لوغانس أصبح هناك تعيينات إدارية أدخلت هذه الدول ليس فقط ضمن المقاطعات الموالية لروسيا وربما تذهب إلى نوع من التدابير التي تشبه ما جرى في أبخازيا وأوسيتيا باستقلالهما عن جورجيا إذن هذا الاستنفار الإداري في الداخل العمليات العسكرية والاستنفار في البحر الأسود يمكن قراءته من خلال الحرب المفتوحة والمعلنة والتي لا يبدو أن هناك بشائر لأي أفق سياسي حولها ولكن سيادة العميد الآن وجود سيرجي لفروف في مجموعة العشرين ووجود أنتوني بلينكين برأيك هل ممكن استغلال مثل هذه الفرصة للتفاهم للتفاوض بشكل غير رسمي؟ أنا أستبعي ذلك لأنه حصل اجتماع سابقا في واشنطن لوزراء المال وعندما باشر وزير المال الروسي كلمته ورغم أنه كان الاجتماعي مركزه واشنطن ولكنه عبر التقنيات زوم ولكن عندما باشر الوزير الروسي كلمته وانسحبت وزيرة الخزانة الأمريكية أنا لا أعتقد أنه الجو متاح لتبريد الأجواء بهذه الطريقة وأعتقد أنه لقاء وزراء الخارجي يجب أن يسبقوا ترتيبات أخرى ليس لدى الولايات المتحدة ما تقوله من بعد ما صدر عن قمة الناتو وقمة الدول السبع كذلك روسيا من خلال آخر تصريحات لمدفديف التي حذرت من عملية محاولة إقصاء دولة نووية أو معاقبة دولة نووية إذا نحن في ذروة هذا الاستنفار لا يمكن أن يحصل أي تقارب أعتقد سيستغل الأمريكيون هذه القمة للتخفيف من التوتر مع الصين ومحاولة أخذ الصين إلى جانب الولايات المتحدة لقاء مجموعة أعفاءات جمهوركية كما حصل في الناتو عندما صنفت الصين بأنها تشكل تحدي وليست عدوة وبالتالي يحاول الأمريكيون محاولة توزيع الأدوار أو تغيير الاصطفافات الهامة خلف روسيا ربما في المستقبل لتسهيل أي عملية سياسية ولكن أعتقد أن ما سيسيطر على القمة هو أولا سيحاول الغربيون منع روسيا من استغلال هذه القمة القمة كمنصة للكلام عن الحرب سيتركز الجهة حول التكاليف العالية للطاقة التي تنعكس على الاقتصادات الأوروبية وغير الأوروبية وعلى مسألة تأمين الغذاء وربما دعم مساعي الأمم المتحدة في عملية تصدير الغذاء عبر الموارد الأوكرانية التي تقول الولايات المتحدة أن روسيا تقبض عليها نعم كنت معنا من بيروت العميد خالد حمادة شكرا جزيلا لك